اهلا بكم يا اصدقائي في سبوت اون المشاهير منصة نيزني بلاس بعدما وقفت جميع اعمالها في تركيا اعلنت انها ستعود الى تركيا في العام القادم واعترفت بانها استخدمت ستراتيجية خاطئة عندما وقعت عقود مع ابرز نجوم تركيا المنصة الان لن تركز على الاسماء بل على المشاريع المسؤولون في ديزني بدأوا اللقاءات مع المنتجين لاختيارهم مشاريعهم الجديدة وستكون الاولوية للاعمال الكوميدية والاعمال الكوميدية الرومانسية اكثر من الاعمال الدرامية من المخطط ان اعمال ديزني بلاس التركية الجديدة يبدأ عرضها بعد النصف الثاني من عام 2025 والان اخبروني اي ممثل تريدون ان تشاهدوه في منصة ديزني بلاس شاركوني اراءكم في التعليقات الى اللقاء بفيديو جديد